الياسمين الدمشقي وحارات وبيوت دمشق القديمة حاضرة في معرضا للرسم التشكيلي والرسم على زجاجة للرسام نداء حامدي في العاصمة الأردنية عمان أسطورة دمشق هو عنوان معرضها الفن الأول بعد أن تجاوزت ما مرت به من مآس الحرب واستشهاد ابنها أمامها لكل لوحة هنا ذكرى من حياة نداء في سوريا بالإضافة إلى محاولتها تلخيص ما يمر به شعب السوري اليوم في 31 لوحة عرضت في هذه الصالة تفرق عن زوجته والأب عن ابنه والأم عن ابنه صار كل واحد بديرة عن الأهل يعني بالمهجر وبسوريا وبرى سوريا الطبيعة في الأرجاء السورية والحياة الاجتماعية واللحظات كثيرة أخرى للحياة في سوريا ظهرت في لوحة نداء حيث استغرق رسمها نحو ثمانيات أشهر قبل أنه هي بدأت بيع لحتى تعين نفسها بشكل مادي هي بدأت توصل رسالة عن طريق فنها فهذا كان شيء كثير رائع وهذا الحكي تقريبا من 8 شهور فمن 8 شهور لغاية الآن اللوحات اللي رسمتها الاجتهاد اللي اجتهدتوا على نفسها لحتى توصل لهذه النقطة أو هذه المرحلة اللي هي فيها هلأ كان رائع جدا لقيت فيه شيء كثير حلو عن الشام متنوع بين البيوت الدمشقية وبين ياسمين الشام اللي وين ما رحنا بنحمل ياسمين تبعنا وريحته معنا فيه هي كبداية إلها كثير لقيته حلو ومرتب أقيم هذا المعرض بدعم من قبل إحدى المؤسسات التطوعية في مجال الدعم النفسي المؤسسة قامت بدعم الأخت داء حامدة لفتح معرض إلها والكل يعلم أنه إذا كان فيه هناك معرض أنت عم تساعدها نفسيا في تخطي العقبات اللي واجهتها خصوصا أن زوجها متوفي لا تتجول هنا على لوحات فنية فقط إنما صور تسترجع من خلالها عبق ياسمين دمشق وطبيعة غوطتها الخلابة ها أني موعد أوريانتو نيوز عمان